نعم أنا نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة بالشكل القانوني لأن المحكمة أنصفتني ومجل نواب الشعب أقر ببقاء عضوية كنائب رئيس في هيئة الحقيقة والكرامة ولكن رئيسة الهيئة بعد إيقالة واستقالة أربع عضاء وإيقالة ثلاثة عضاء إذن نصف عضاء هيئة الحقيقة والكرامة الآن لا يوجدون في الهيئة هم مغيبون أو مطردون أو مستقلون هذه الوضعية هذا ما أردت أن أقوله أستاذ ديمة لابد من إعادة إراءة معناها رب الصدع الداخلي واستعادة الأعضاء المستقلين والمقالين والخضوع لأحكام المحكمة الإدارية من أجل إعادة استكمال هيئة الحقيقة والكرامة هذه الحل الثاني الحل الثالث هو كيف يمكن أن نبني مكاتبنا الجهوية حتى تكون قريبة من الضحية نحن من 24 محافظة ليس لدينا إلا 9 محافظات تلتقي بالضحايا إذن ما زال لدينا كثير من البناء وما زال لدينا إلا سنة ونصف من أجل استكمال عملية المصار بأسره النقطة الرابعة هي الوقف عن التحريض ضد الدولة وجعلها شماعة التعطيل لأن التعطيل لم تقم به إلا رئيس تهيئة الحقيقة والكرامة وحين استقال أربع أعضاء وأقالت الأعضاء وحين لم تكمل هيكليتها ترجمة نانسي قنقر